بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعبد بالله من شرور انفسنا ونسيات اعمالنا ليهدي الله فلا مضلنا ولم يظل فلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له وأشهد أن محمد نعبد الرسول أما بعد أتممنا ولله الحمد والمنى في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله ومعنا في الأساسات التي تحدثت عن رسول الله التي تحدث عن رسول الله فكل واحد مننا يعتقد أن الصلاة دائم صحيحة والأشياء التي أصنعها في صلاة يعني تاما مستقيمة لا أشكال فيها وكل من مننا تعتقد أن رسولنا هو رسولنا ومعنا صحيحة ومعنا رسول الله لكن الذي قلنا عليها حال السلف أنهم كانوا كان الواحد منهم يصلي أمام البقية حتى يروا ويروا كيف يصلي فنحن نجتمع الآن لو كان هناك مشموعات يصلي الواحد مننا ونحن نرى يعني هل أخطة أو أصر أمام البقية أمام البقية أمام البقية كيف يصلي فإذا انتهى الانسان من صلاته ماذا يصنع? إذا فرق بعد التسليم ماذا يصنع? عندما ينتهى الانسان من صلات الفريضة ماذا يصنع? يخرج الجوال ثم ينظر في المكالمات التي وردت أثناء الصلاة أو يرسل بعض الرسائل أو يتكلم على زميله أو يتكلم على زميله نبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الأوراد أدبار الصلوات المفروضة ربما فالأصل أن تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار الوالدة دبار الصلوات المفروضة ذكرنا في تحس الماضي شروط الصلاة وكذلك ذكرنا في الصفة الصلاة الأركان وكذلك ذكرنا في الصفة الصلاة الأركان فإذا عجز عن القيام بالكلية سأقض عنه القيام وكذا إذا الإستطيع للتوصل على الناس من الفعل حتى لا يحتاج إلى الناس من الناس من الناس من الخوض والركن الثاني تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر فلا يمكن لأي أحد يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة لابد منها في كل ركعة تقرأ في كل ركعة في الفريضة وفي النابلة وفي السرية وفي الجهرية ولا يترك منها شيء ثم الركور ثم الاعتدال من الركور وواعد الجهرية ثم احدثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث quarto من ال caterى الطوح و الجلس بين السجدثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث نعم. والطمأنينة لابد أن يطمئن والطمأنينة تكون في الغالب بأن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من الأركان. يعني في السجود لو قل سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الغالب نحقق الطمأنينة. As an example, if in the sujood, in the prostration, a person says once سبحان ربي الأعلى, then this is طمأنينة in the sujood. يعني ضد هذا أنه ينقر الصلاة. يعني لا تراه يعني يبقى ولا ثانية واحدة في الركوع على السجود مثلا. So the opposite of this is when a person he's quick in every single position of the prayer. So even for a second he doesn't rest in the sujood or the rukur. Rather he's up and down and he's quick in the prayer. نعم. والترتب بين الأركان لا بد أن يرتب الصلاة. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يصح أنه يسجد أولا ثم بعد هذا يركع. And then the other pillar of the prayer is a tarteeb. Meaning that all of these pillars, all of these arkan are done in the correct order. Meaning a person can't make sujood before he makes a rukur as an example. كذلك التشهد الأخير. Also from the arkan, from the pillars of the prayer is the last final تشهد. والجلوسلة. And sitting for it. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة لإبراهيمية. And sending peace and salutations upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. By saying the صلاة إبراهيمية. والتسليمتان. And then making the two صلاة. The two تسليم. نعم. واجبات الصلاة. Next are the wajibات or the obligations of the prayer. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. لأن تكبيرة الإحرام ركن. كل التكبيرات apart from تكبيرة الإحرام. All of the others are from the wajibات. Because تكبيرة الإحرام is from the pillars. يعني يكبر عندما يريد السجود. هذا من الواجبات. يقول الله أكبر. Meaning when a person wants to go from standing into sujود. Then he has to say الله أكبر. ماذا قلنا؟ آخر كلمة قلنا. قلت آخر كلمة الموضوع التسليم. عن التسليم. ذكرت أن التسليمتين من القرر. من الأرقان. تمام. يقول آخر كلمة قلتها أنا أن التسليمتان من الأرقان. صحيح؟ ليس بسحب. صحيح شيخ. دعني الراجع اللي ما كتبته. دعني الراجع شيخ. أشوف كوريت شيخ. طيب. دعني الراجع شوف التقبيرات غير تقبير الإحرام هي من الواجبات شوفت. هل صحيح هذا شيخ؟ لا يسأل صحيح. آخر كلمة عند التقبيرات كل التقبيرات وواجبات إلا تقبير الإحرام. الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى يقول الأولى بالطالب أنه يستمع إلى الدرس يعني الشيخ بن عثيمير رحمه الله أعلم مني ومنكم صحيح؟ نحسبه كذلك الله أعلم. فأنت الآن وقت الدرس استمع. الكتاب موجود في هذه الأشياء. أنا ليس عندي علم. أنا فقط أريد تذاكر معكم. شيخ بن عثيمير رحمه الله he says that in the middle of a lesson everybody should be listening and paying attention to the lesson, not writing or doing anything else. And شيخ بن عثيمير رحمه الله أعلم I think Allah knows best is more knowledgeable than me and more knowledgeable than you. And everything that we say, everything is in the book and also in the CD, everything that is being said. كما أقول الواجبات الواجبات So what are the obligations or the wajibات of the prayer?